نستطيع أن نفيدك بكل أساليب التحايل والتلاحب التي تتم من قبل المستوردين والمصارف الأهلية يقول الشرطة تطور على تطور الحرامية كلما تطورت أساليب الشرطة كلما تطورت أساليب الحرامية يعني كلما أنت تضع إجراءات مضادة الغش أيضاً يلقينا منافذ للاستمرار على الأقل يعني قصدك أنه الحرامية سابقين بخطوة؟ طبعاً بخطوات طبعاً أنت تضع لهم مصدات هما يكون البديل إليها نعم سؤالي إليك كان واضح أنا إذا الدولة العراقية بيع أربع مليارات دولار شهرياً حسبها بسيط أحساب عرب ألي إذا أحسبها أنا ما لدي أحسبها بحساب الرياضيات لا أقل من أربع مليارات يعني شون حسبتها؟ إذا على مئتين مليون مئتين مليون خمس تيام خمس تيام من الأسبوعي صحيح أربع مليارات دكتور دكتور والله حاسبها بالضبط حاسبها بالدرهم ثمانية بالمئة نسبة الضربة إذا أريد أقول أنا ما أريد المئة بالمئة كلها راح يستوردون بها راح يستوردون بالخمسة وسبعين بالمئة وخمسة وعشرين بالمئة إلهم مستعاش بالمئة قمرق أقصد ضربة القمرق وضربة الدخل وغيرها غير المفروض يطلع عدي بحدود الميتين واربعين مليون دولار يدخل لخزينة الدولة ضرائب شهرية نتيجة بيع الدولار لو أنا غلطان لا صحيح بس أنت حسبت بطريقة إجمالية يعني ثمانية بالمئة بس هي يعني تختلف قد تصل إلى 15 سنة ما حسبتها بالعالي حسبتها بالوسط الرسوم القمرقية نسبة ثابتة لكن الضرائب نسبة صاعدية يعني كلما يستورد أكثر كلما الشريحة تنفرض عليها ضريبة أعلى نعم فضل طيب إذا عندي ميتين واربعين مليون دولار المفروض تدخل لخزينة الدولة شهريا ربع مليار تدخل لخزينة الدولة إذا أريد أحسبها بالسنة هم تطلع بالأربع مليارات ثلاث مليارات ما سمعنا فديوم من الأيام قالوا يا بالدولة العراقية دخلت لموازنة الاتحادية من الضرائب أو القمرق مليار ليس أربع مليارات نعم العدو عليش لننطمحنا الاقتصاديين لنحجد أن نقول أن موارد النفط هي ليست الموارد الوحيد أحنا موارد النفط هي تولدنا موارد أخرى غير مباشرة يعني وهذه محرومين منها بسبب الفساد يا